تخيل انك حارس مرمى وجاء عليكم فاول بترضى بحائط الصد هذا او تخيل عامل بنالك جدار فيه فراغات هل تقبل فيه زن ليش نرضى نوقف في الصلابة الطريقة مسافات ومساحات وعدم استواها وخلل ما يرضاها الله مع ان استواء وترص الصف واجب وفيه مصالح للمسلمين والمخالفة تحمل المسؤول الاثم طيب كيف يكون استواء الصفوف بدأ الصفوف من الوسط وحركة التراس من الاطراف باتجاه الوسط خير صفوف الرجال اولها والجهة اليمين اولى واكثر اجرا الا ان يكون اليسار اقرب للوسط اتمام الصفوف الاول فالاول وما يبدأ الصف لين يتم السابق يحرص على مقاربة الصفوف مع مراعاة مقدار ما يمكن فيه السجود براحة وطمأنينة وما تخلي بينك وبين لجنبك مسافة ومن حص الفرجة في صف متقدم يجوز يشق الصفوف لسد الفرجة وهذه الحركة وانكثرت لا تؤثر في صحة صلاته ولا تذر صلاة المأمومين اذا مر بين يدي المصلين لان سترة الامام سترة لهم واذا دخلت الصفوف تامة وما كان معك احد في الصف الجديد لا تسحب احد من الصف السابق ووقف خلف الصف ولو لحالك يكون التراس بالتقاء الاكتاف والاعقاب دون ايذاء الاخرين واما اطراف الارجل الامامية ما يقاس عليها اتساع القدمين يكون بموازات الكتفين لا اكثر ولا اقل لا بد ننبه غيرنا ونحثهم على استواء ورص الصفوف ولا بد يتعاون المصلي مع اللي يطلب لسد فرجة او رص الصف النساء بينهم ينطبق عليهم الاحكام مثل الرجال لكن احسن صفوف النساء اخرها ان كانت مكشوفة للرجال من مسئولية الامام التذكير بالاستواء والتراس والتأكد من ذلك بالنظر والتتبع اذا تقدم الاطفال في المسجد فما يجوز نرجعهم ويجوز يكونوا في الصف ولو قطعوه بحركتهم يجوز رسم خط على السجاد للمساعدة على تسوية الصف وهالشيء مو بدعة والميل اليسير ما يأثر على الصف اذا وقف امام مأموم يكونوا محاذين لبعض وما يتقدم الامام يشرع في صلوات الجماعة النافلة ان يصف المصلون مثل الفرائض وينقاربوا بين صفوفهم في الجنازة عن صفوفهم في الصلاة فلا حرج تجوز الصلاة على الكرسي في الفريضة عند العجز عن القيام وفي النافلة عند الحاجة ويحاذي المصلي الصف بجدع الجسد بغض النظر عن اقدام الكرسي حتى لو اضطر لتحريك الكرسي قليلا حتى ما يأذي غيره يجوز جعل ممر خاص بجوانب الصفوف لمرور المصلين وحفظ صلاة المسبوقين والمحسن اللي يبني مسجد يشاور اهل العلم والاختصاص لتجنب ما قد يؤثر على استباء الصفوف وربنا يتقبل ترجمة نانسي قنقر